اشتركوا في القناة مملكة البحرين للثقافة والأثار في سبيل الحفاظ على التراث الوطني الأصيل والمعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها مملكة البحرين بالإضافة إلى إثراء الحركة الثقافية والأدبية متمنيا جلالته لرئيسة الهيئة وكافة العاملين فيها دوام التوفيق واستمرار التقدم والنجاح من جانبها أطلعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على آخر مستجدات مشروع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق والمدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو والذي سيكون مكتملا بمواقفه وواجهاته وبيوته مع نهاية عام 2021 ميلادية تزامنا مع فعالية إكسبو دبي العالمية والتي ستسمح لزوارها باكتشاف تاريخ البحرين عبر الترويج لغنى ما تحمل أرض المملكة من عراقة وتاريخ كما أطلعت جلالة الملك المفدى على المشاريع الخمسة التي ستدشنها هيئة البحرين للثقافة والأثار خلال هذا العام ومنها مشروعان ضمن طريق اللؤلؤ وهما افتتاح جسر المشاه الذي يربط قلعة بوماهر بحالة بوماهر والذي سيخدم مرتادي مسار اللؤلؤ واستكمال ترميم سوق القيصرية بالإضافة لاستكمال مشروع ترميم منارة مسجد الفاضل بعد استعادة تفاصيلها كما بدت عند إنشائها وافتتاح مصنع النسيج في بني جمرة والذي يهدف إلى أحياء وتنشيط حرفة النسيج التي اشتهرت بها البحرين لأكثر من قرن من الزمان ومشروع الصوت والضوء في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في الرفاع والذي تحكي تاريخ عائلة آل خليفة الكرام في البحرين كما أهدت معاليها جلالة الملك المفدى العمل الفني ثقافة مصنعة للفنان راشد أحمد العريفي والذي كان ضمن الفائزين هذا العام في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية والذي يعكس أهمية مملكة البحرين كمركز رئيسي لللؤلؤ الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر